السلام عليكم يتوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول رئيس مجلس الوزراء لسبوع المقبل إلى جمهورية روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من معالي السيد ديمتري مدفيدف رئيس الوزراء الروسي هذا وتشهد العلاقات البحرينية الروسية منذ تسعينيات القرن الماضي تقدما مستمرا أثمر العديد من التفاهمات والاتفاقيات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ولم تنقطع الزيارات الرسمية بين البلدين والتي كان من أبرزها زيارة جلالة الملك المفدى إلى موسكو عام 2008 يعود تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية إلى بداية تسعينيات القرن الماضي عام 1990 شهد إقامة علاقات دبلوماسية بينهما وتبادل التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مملكة البحرين كانت في عداد الدول الأولى التي اعترفت بروسيا الاتحادية وبرابطة الدول المستقلة وتم ذلك في عام 1991 الذي شهد أيضا افتتاح السفارة الروسية في المنامة وافتتاح السفارة البحرينية في موسكو العلاقات السياسية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تبلورت على امتداد العشرين سنة الماضية عبر الحرص المتبادل لدى البلدين على مواصلة الحوار السياسي المكثف والتفاعل حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية والتي تعكس تقارب وتطابق مواقف البلدين من معظم المسائل المطروحة خاصة على المستوى الإقليمي إضافة إلى ذلك فهما يتطلعان إلى تفعيل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية وغيرها ويتجسد الاهتمام المشترك في تطوير العلاقات التنائية البحرينية الروسية في تبادل الزيارات لكبار المسؤولين في البلدين على رأس تلك الزيارات تأتي الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة إلى روسيا الاتحادية في عام 2008 ومحادثات جلالته في الكريملين مع فخامة الرئيس ديمتري ميدفيدف حيث تبنيا بيانا مشتركا حول دعم العلاقات التنائية بين البلدين وقد شكلت زيارة جلالته محطة هامة في تاريخ العلاقات التنائية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية حيث أعطت دفعا قويا لتلك العلاقات في كافة المجالات ورسمت خارطة الطريق لآفاق ومستقبل تلك العلاقات وتكللت الزيارة بالتوقيع على خمس مذكرات تفاهم حول التعاون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون في مجالات الطاقة والثقافة والقطاع المصرفي وتجل اهتمام الحكومة أيضا بدعم كافة أشكال التعاون مع روسيا في دعوة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر للرجال الأعمال الروس خلال لقائه مع وفد منهم بالمنامة في عام 2008 إلى الاستثمار في مملكة البحرين وفي إطار الرغبة المتبادلة لتفعيل التعاون بين البلدين مما سبق فإننا نجد أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية قطعت منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم شوطا لا بأس به ترجم بارتباط البلدين بعدد من اتفاقيات التعاون والعديد من اللقاءات ناهيك عن التفاهم والتقارب بين القيادتين في وجهة النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية عمر المجالي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين